تستمر اللجنة الشعبية في قلنسوة بجهودها الرامية إلى الوقوف مع المواطنين في ظل تفاقم أزمة الأرض والمسكن في أعقاب الأوضاع الصعبة التي يمر بها المجتمع العربي بما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن وبعد أن شهد المثلث أعدة حالات لهدم منازل مؤخرا نحن بنشاط دائم وكان تفاوت في قلنسو بالأساس لأنه تعاني من وجود الكثير من المشاريع اللوائية والقطرية منها شارع ستة منها الشارع الأربعة أربعة أربعة منها خط الكهرباء منها وادي الإسكندر نحن نحكي عن مشاريع التي صادرت ألاف الدنومات أنا أعتقد أول شيء بشكل دائم شيء الوحيد الذي يشغل اليوم على المستوى الهدم والبيوت هي اللجان الشعبية بالأساس هي اللجان الشعبية التي عمليا تعمل كل هذا النشاط الجماهيري البرلماني القضاء ويعتبر أعضاء اللجنة الشعبية في قلنسو التخطيط في المجتمع العربي بمثابة القرار السياسية وبالتالي تبذل اللجنة الشعبية للأرض والمسكن في قلنسو جهودا كبيرة للدفاع عن حقوق المواطنين في وجه التحديات العمرانية والسياسية التمييزية بدون شك نحن اليوم في مرحلة شوية صعبة ولكن ومع ذلك اللجان الشعبية بتحاول أن تكون في دورها على أكمل وجه أن تكون بنشاطاتها خلال التضامن هذا اللي كنا عنه أنه تضامن مع أصحاب البيوت أو الأراضي المهددين في الهدم أو المصادرة للأسف في الوسط العربي إحنا نعاني من عدم وجود خوارط تايكلية لوضع البناء الصحيح على حسب ما أنا تابعنا الأمور فكثير عراقيل إحنا كلجنة شعبية إلنا جهود طبعا مشان نوفر خوارط ونجهز أمور اللي تساعد أبناء شعبنا يسكنوا في بيوت مؤهلة للسكن جدير بالذكر أنه تم تأسيس هذه اللجنة كاستجابة لتفاقم أزمة السكن وهدم المنازل فيما تسعى جاهدة لتحقيق العدالة وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للسكان من خلال التنصيق مع الجهات الرسمية وتنظيم الاحتجاجات والفعاليات خاصة وأنه في قلن سوى تحديدا تمت مصادرة آلاف الدنومات من أجل مشاريع قطرية أو لوائية أو محلية